طبعاً مبارح أكبر تكريم الحقيقة من الفوز هو حضور كابتل محمود الخطيب الحقيقة كابتل محمود الخطيب يعني مفيش لحظة هو مجاش دعم هذا الفريق حتى والفريق بيخفق في لحظات كتيرة أو بيعني ما بيوفقش في لحظات كتيرة ولكن كان كابتل محمود الخطيب داعم كبير لهذا الفريق وكان عنده ثقة غريبة الحقيقة في الفريق وكان شايف أن الفريق ده يستحق الفوز بشكل كبير وكابتل محمود الخطيب مبارح حرص على التواجد بصرف النظر عن نتيجة المباراة مبارح ولكن هو شاف أن دعم هذا الفريق يعني كان لازم طبعا المباراة مبارح تلعبت على صالة شباب رياضة في 6 أكتوبر صالة شباب رياضة في 6 أكتوبر والحقيقة يعني يعني هتوقف أنا طبعا عنده حماية بس يعني أتكلم عن المباراة والبطولة طيب الموسم انتهى لهذا الفريق لا طيب ليه الموسم ما انتهاش لهذا الفريق لأنه عنده بطلتين في منتهى الأهمية اللي فات طبعا أسعدنا كلنا واللي جاي ان شاء الله يسعدنا عنده بطولة كأس السوبر الأفريقي اللي احنا زعنا على الهواء مباشرة يعني وقائع القرعة والنادي الأهلي هي بيديو أول مباراة مع الترجي يوم 6 خمسة تاني يوم هيكون الفاينال غالبا هيكون ان شاء الله مع نادي الزمالك أيضا ده السوبر الأفريقي والمباراتين هيكونوا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمكان نادي الأهلي بالجزيرة لأن نادي الأهلي بيستضيف البطولتين أربع بطولتين على فكرة مش بطولتين رجال وسيدات سوبر رجال وسيدات كأس الكؤوس وطبعا كابتن غزاوي عضو مجلس داره ورئيس اللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة وأعلن عن كل التفاصيل قبل كده على شاشة قاتل نادي الأهلي من خلال استوديو الأبطال طيب البطولة التانية هتكون ايه البطولة التانية هتكون أبطال الكؤوس برضو بطولة مسهلة بيشارك فيها ايضا المنافس التقرير نادي الزمالك